بعد انسحابها القصري من مالي وبركينافاسو والنيجر، هل تخسر فرنسا وجودها في تشاد؟ الدولة التي تعد آخر شريك رئيسي لباريز في منطقة الساحل، أعلن رئيسها الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو أن روسيا دولة شقيقة وأن بلاده تريد تعزيز العلاقات معها زيارة ديبي لموسكو تبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد بدوره استعداد روسيا للمساعدة على تحقيق الاستقرار في تشاد هذه الزيارة التي تأتي في وقت تستعد فيه تشاد لتنظيم انتخابات رئاسية سيكون الرئيس الحالي أحد المتنافسين فيها تعد مثالا جديدا على الجهود التي تبذلها روسيا لتعزيز نفوذها في الساحل موسكو حددت لنفسها هدفا باستعادة نفوذها في إفريقيا الذي فقدته بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مسعى من أجل كسبه ركز الكريملين جهوده خصوصا على الدول التي تعد تقليديا بلدان نفوذ لفرنسا قبل زيارة الرئيس التشادي زر روسيا كذلك رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمينزين ووافق الطرفان على تكفيف تعاونهم العسكري كما وقعت روسيا اتفاقيات في مجالات عدة مع مالي وبرك نفاسو واستضافت نهاية يوليوز الماضي قمة مع إفريقيا شاركت فيها وفود من خمسين دولة إفريقية شاركت فيها وفود من خمسين دولة إفريقيا